اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنا لوحين للمكثف لوح يستقطب الإشارات أو الشحنات الموجبة واللوح الآخر يستقطب الشحنات السالبة طبعا لأن الشحنات السالبة تتنافر من الشحنات السالبة فتلجأ إلى المكثف لتخزن داخل المكثف وأيضا الشحنات الموجبة تتنافر مع الشحنات الموجبة أو الشحنات الشبيهة لها الموجبة فإنها تهرب إلى داخل المكثف وتتخزن داخل المكثف ولكن المكثف يقوم تخزين تلك الشحنات بشكل مؤقت بحيث إن لم نستخدم تلك الشحنات فترة زمنية وجيزة فإنها تتبدد إذا فصلنا مصدر التيار إذن يعزل السطحين مادة كيميائية قد تكون هواء أو مادة بلاستيكية أو مادة سيراميكية وهذا العازل يحدد قيمة المكثف أيضا الأسطح كل ما كبرت الأسطح كل ما كبر حجم المكثف أو سعة المكثف إذن يتحدد نوع المكثف حسب المادة العازلة المستخدمة في صناعتها فإذا كانت من الهواء يطلق على المكثف اسم مكثف هوائي أو إذا كانت سيراميك يطلق على المكثف مكثف سيراميكي وهكذا على حسب نوع مادته إذن يستخدم أيضا محلول كيميائي كمادة عازلة فيطلق عليه مكثف كيميائي أو إلكترويتي سمي بالمكثف لأنه يقوم بتكثيف الجهود أو الطاقة الكهربائية والاحتفاظ بالشحنة الكهربائية داخله مثل البطارية ولكن بطارية صغيرة تقوم بالاحتفاظ بالشحنة الكهربائية لفترة وجيزة إذن البطارية هذه تقوم بطارية مؤقتة تقوم بخزن أو بتخزين الطاقة الكهربائية ولكن فترة وجيزة بحيث أنه إذا لم نستخدم تلك الطاقة كما قلنا مسبقا فإنها تتبدد وإشار للمكثف عادة بهذا الرمز أما المكثف المتغير فإشار له بهذا الرمز وهذا هو شكل المكثف المتغير أحد أشكال المكثف المتغير بعث يمكن أن تغيير سعة المكثف ميكانيكي أو بتدخل ميكانيكي بينما هذه إشارة تدل على المكثف ذو الأقطاب أو المكثف الكيميائي والإلكتروليتي هذا المكثف يوجد لديه قطبان مختلفان بينما المكثف السيراميكي يرمز له بهذا الرمز المكثف السيراميكي لا يوجد لديه أقطاب أي أنه يمكننا توصيل المكثف في كل الاتجاهين لا نواجه أي مشاكل إذا انتقال سعة المكثف بوحدة الميكرو ووحدة قياس المكثف هي الفاراد يعمل المكثف تحت جهد كهربائي قد يكون عالي جدا وسنحتاج ساعات كبيرة للتعامل مع الجهود العالية أو جهد قليل كما في الدائر الإلكترونية البسيطة والمعقدة التي نستخدمها بشكل يومي كالتليفونات أو الحواسيب وما إلى ذلك تكاد لا تخلو أي دائر إلكترونية أو شبكات توصيل من المكثفات الكهربية وتكتب سعة المكثف عادة بشكل صريح وواضح على سطح المكثف كم هو الجهد الأقصى أو فرق الجهد الأقصى التي يتعمل المكثف وأيضا سعة المكثف بالميكرو فاراد أو بالفاراد أو بالبيكو فاراد فعادة تستخدم البيكو فاراد والنانو فاراد والميكرو فاراد أما الفاراد فهي قيم عالي جدا لا تستخدم إلا نادرا في شبكات توصيل الضغط العالي إذن التعريف الكهربي للمكثف أو لسعة المكثف سعة المكثف تساوي الشحنة الكهربائية التي تقاس بالكولوم مقسومة على الجهد الكهربي إذن سعة المكثف كما قلنا مسبقا تحدد عادة بالبيكو فاراد والنانو فاراد والميكرو فاراد إذن يتضح من ذلك إن سعة المكثف تزيد بزيادة المساحة حيث إن الشحنة تزيد بزيادة مساحة سطح المكثف ويتضح إذن من ذلك إن سعة المكثف تزيد بزيادة مساحة أسطحة حيث إن الشحنة تزيد بزيادة مساحة سطح المكثف إذن لو كان لدينا مكثف أصغر من هذا المكثف بهذا الحجم سيكون سعة المكثف أقل ولكن لو كان المكثف بهذا الحجم أو أسطح المكثف بهذا الحجم سيكون ساعتها التقزينية أكبر إذن هنا شكل مكثف بالشكل الكهربي أو بالشكل القطبي هنا الشحنات الموجبة تهرب إلى هذا المكان أو إلى هذا السطح بينما الشحنات السالبة تهرب إلى هذا السطح إذن المكثف الكهربائي يمكنها توصيل المكثف الكهربائي بطريقة توصيل طريقة توصيل على التوازي وطريقة التوصيل على التوالي طريقة التواصيل على التوازية تم توصيل الأطراف السالبة مع الأطراف السالبة والموجبة مع الأطراف الموجبة وقانون حسابهما أو معادلة حسابهما بسيطة إذا نقوم بجمع قيمة المكثف الأول إذا كان واحد ميكرو فاراد مثلا فالمكثف الثاني واحد ميكرو فاراد سيكون القيمة الكلية للسعة في الدائرة الكهربائية هذه اثنين ميكرو فاراد وما إلى ذلك هذا معادلة بسيطة لحساب السعة المكثفات بينما المكثف على التوالي نوصل القطبة السالب للمكثف الأول بالقطبة الموجب للمكثف الثاني والقطبة السالب للمكثف الثاني بالقطبة الموجب للمكثف الثالث وهكذا يعني نستمر في توصيل المكثفات على التوالي وقانون حسابها أو معادلة حسابها أيضا معادلة بسيطة إذن الساعة الكلية للمكثفات الموجودة على هذه الدائرة تحسب هذه الطريقة واحد مقسوم على قيمة المكثف الأول أو ساعة المكثف الأول ومن ثم نجمعها مع قيمة المكثف الثاني بنفس الطريقة وما إلى ذلك إذن استعمالات المكثف الكهربائي في الدول الإلكترونية كمثال بسيط أولا يستعمل المكثف الكهربائي لمرار التيار المتغير ومنع مرور التيار المستمر في الدائرة الإلكترونية إذن في هذا المثال رأينا كيف يقوم المكثف بمنع مرور التيار المستمر فيقوم المكثف بشحن نفسه إلى أن يوصل إلى مرحلة أن أسطح المكثف ممتلئة بالشحنات الكهربائية فيقوم بإيقاف مرور الشحنات المستمرة في الدائرة الإلكترونية فيكون فرق الجهد في طرفي المكثف صفر أو مساوي لطرف الجهد في البطارية أو في مصدر التيار أيضاً من استخدامات المكثفة الكهربائية في الدوار الكترونية يعمل المكثفة الكهربائية للشحن والتفريق في دوار التنعيم التي تحول التيار المتغير إلى تيار مستمر فهنا مثال أو شكل لكيفية عمل المكثف في دوار التنعيم حيث يكون مثلاً مصدر التيار متردد بهذا الشكل في أول مراحل تحويل التيار من متردد إلى مستمر في الركتيفاير أو دائرة الركتيفاير سنحتاج إلى المكثف بحيث أن نقوم بتحويل الجهد أو التيار الكهربائي إلى تيار مستمر أيضاً من الأمثلة المشهور للمكثف أو استخدامة للمكثف الكهربائي في فلاش الكاميرا أو فلاشات الكاميرا التصوير حيث يقوم بخزن الشحنات الكهربائية بشكل عالي أو بتيارات عالية وعندما يفرق فجأة يعطي الضوء الأبيض الساطع لعملية التصوير هذا مثال بسيط كيف يقوم بشحن المكثف يقوم عندما نقوم بتوصيل هذا السويتش أو هذا المفتاح يقوم المكثف بالشحن إلى أن يصل فرق الجهد بين طرفين المكثف إلى قيمة فرق الجهد المصدر التيار فعندما نقوم بتحويل المفتاح أو بفتح المفتاح أو غلق المفتاح مع اللمب أو الليد يقوم الفلاش بالإضاءة بشكل ساطع مباشرة من خلال تفريق الشحنات الموجودة في المكثف الكهربائي أيضاً يستعمل المكثف المتغير على التوازي مع الملف أو مع الكويل لاختيار محطات تردد في أجهزة الراديو أو التلفزيون فهذا مثال بسيط كيف تقوم محطة الراديو باستقبال الإشارات ومن خلال ساعة المكثف نقوم بالتحكم بالترددات أو بضبط الترددات التي نريد أن نستقبلها من خلال جهاز الراديو أو التلفزيون وهنا مثالين لأهم استخدامات المكثف الكهربائي مع المقاومة الكهربية حيث نقوم باستخدام أو بعمل high pass filter أو ممر للترددات العالية أو حجب للترددات العالية وهنا low pass filter أيضاً ممر للترددات الصغيرة هنا يكون شكل الترددات بعد أن نقوم بفلترتها من خلال الفلتر هذا المكثف مع المقاومة مثلاً لو كانت لدينا هذا شكل الإشارة الداخلة والفريكونسي هنا بيكون الفريكونسي العالي على حسب قيمة المكثف طبعاً أو قيمة المقاومة سواء غيرنا في قيمة المقاومة أو قيمة المكثف سنحصل على هذه الترددات في الأوتبط إذن شكل الموجة في الإمبوت هذا هو شكل الموجة في الإمبوت وهذا الشكل الموجات في الأوتبط في حالة أنه قمنا بتغيير قيمة المكثف أو قيمة المقاومة إذن قمنا بعمل فلترة للإشارة الداخلة بهذا الشكل وحصلنا على شكل الإشارات مختلفة من خلال الفلتر إذن قمنا بتصميم دارة إلكترونية بسيطة باستخدام برنامج الملتزم وبرنامج أيضاً السيركيت ويزارد وبرامج أخرى أيضاً لتوضيح أكثر فكرة عمل المكثفات إذن هنا مثال بسيط أو صورة بسيطة توضح لنا كيف يقوم المكثف بعمل تنعيم للإشارات الداخلة إذن الإشارة هنا فيها تردد أو فيها شوائب في الإشارة من المراد أن نقوم تنقيت أو فلترة الإشارة هذه بحيث أن تكون الأوتبوت نظيف أو مستمر بشكل أنقى من الإنبوت لو أتينا للجزء التطبيقي لمحاضرتنا هذه سنستخدم أولاً برنامج السيركيت ويزارد ومن ثم برنامج الملتزم لعرض بعض التطبيقات استخدام المكثف وكيف نستفيد منه في دائرنا الإلكترونية والكهربية إذن أول دائر إلكترونية هنا سنستعرضها دائرة التحويل من تيار متردد إلى تيار مستمر إذن لدينا مصدر تيار متردد هنا ذو 1 هرتز أو تردد 1 هرتز ولدينا دائرة تحويل أو البرج باستخدام أربعة ديودات متصلات على التوالي سنتطرق إليها في محاضرة قادمة إن شاء الله ولكن في هذا الدرس إن شاء الله سنركز على المكثفة الكهربائية كيف يقوم بعمل تنجي أو يساعدنا في تحويل التيار من متردد إلى تيار مستمر إذن لو كان لدينا لد هنا لو كان لدينا لد لودينا تيار متردد لأن التيار المتردد يتردد من القطب الموجب ومن ثم يعود للقطب السالب وهكذا يستمر في التردد بهذا الشكل كما شرحناه في الدرس الأول من سلسلة دور في الدوال الكهربائية الإلكترونية هذا شكل التيار المتردد وبينما شكل التيار المستمر بعد التحويل سيكون ذو قطب موجب وحيد أو قطب سالب إذن شكل الإشارة بالتيار المتردد تكون شكلها بهذا الشكل وقمنا بتحويلها باستخدام الداودات هذه قمنا بعمل تنقيل التيارات أو تحويل التيار من تيار متردد إلى تيار مستمر ومن ثم قمنا باستخدام المكثف الكهربائي لتخزين تلك الشحنات المترددة وعندما تخرج إلى اللد الآخر تخرج نقية ومستمرة بحيث أنها لا تتقطع كما هي موجودة التيارات في اللد الأول إذن اللد الأول التيار يتقطع أو اللد الأول أو الدايود الضوية الأول يستجيب لشكل الإشارة الخارجية من مصدر الجهد المتردد إذن يتردد الجهد كل واحد هرتز أو كل واحد ثانية تضيئ اللد أو تضيئ اللمبة هذه بينما هنا اللمبة مضاعة بشكل مستمر لأن التيارات تقوم بالتخزين من خلال المكثف وعندما تخرج من المكثف تخرج بشكل مستمر هنا شكل الإشارة وهي مستمرة في الجريان نحو اللد الضوئي بينما هنا شكل الإشارة تتردد تتوقف ومن ثم تمر من خلال أسلاك التوصيل إلى دائرة تحويل التيار إذن هنا مثال كان بسيط لكيفية استخدام المكثف الكهربائي في دوائر التحويل من تيار متردد إلى تيار مستمر أيضا لدينا دائرة أخرى هنا الدائرة هذه تشرح لنا كيف يقوم المكثف أو تبين لنا أو تظهر لنا كيف يقوم المكثف بتخزين الشحنات الكهربائية بشكل مؤقت لو قمنا الآن بتشغيل الدائرة الإلكترونية هذه وقمنا بشحن المكثف هذا من خلال البطارية هذه موصلة في المكثف مباشرة من المتوقع أن يقوم المكثف بشحن تيار أو طاقة كهربائية مساوي لتيار المصدر لدينا هنا مصدر كهرباء مستمر أو مصدر تيار مستمر 5 بولت إذن المكثف هذا نتوقع من أن يكون القيمة القصوى لـ 5 بولت إذن عندما يصل المكثف إلى 5 بولت سوف تتوقف الدائرة أو تتوقف الإلكترونات عن التنقل بين أو تتنقل في الدائرة الإلكترونية أو تتنقل في الدائرة الإلكترونية إذن عندما يصل المكثف هذا إلى 5 بولت قيمة الشحنات على طرف هي المكثف هذا إلى 5 بولت ستوقف الإلكترونات عن مرور من خلال المصدرات إذن الآن قيمة المكثف أو طرفية المكثف أو القيمة الجهد الكهربية إذن الآن فرق الجهد بين طرفية المكثف هي 5 فولت أي المساوية لمصدر التيار لو قمنا الآن بفتح الملف هذا وقمنا بعمل تشغيل لللمبة من خلال المكثف سنرى الليد كيف سيقوم بالعمل سنقوم الآن بفتح المفتاح هذا ونقوم بتفريغ المكثف بفصله أولا عن البطارية الكهربية ومن ثم توصيله مع الليد الضوئي أو الدايود الضوئي هذا وسنرى كيف الليد سيعمل من خلال المكثف أو من خلال البطارية التي تحدثنا عنها مسبقا أن المكثف عبارة عن بطارية ولكن بطارية صغيرة تقوم بتخزين الكهرباء بشكل مؤقت الآن سنقوم بتشغيل المفتاح أو قفل المفتاح مع الدايود الضوئي عندما قمنا بفتح الملف الليد أشتغل فترة وجيزة وشكل الإشارة عندما قام بتفريغ التيار كان التيار هنا خمسة فولت خمسة فولت اثنين أربعة خمسة فولت عندما قمنا بفتح السويتش أو فتح المفتاح هبطت الفولتية تدريجيا إلى أن وصلت إلى واحد بوين ثمانية فولت أو تدريجيا إلى أربعة فولت ومن ثم إلى ثلاثة فولت ومن ثم إلى واحد فولت وما أقل من واحد فولت كما شرحنا في درس السابق أن الليد يعمل أو الليد الأحمر يعمل على واحد بوين ثمانية فولت إذن الليد استخدم الجهد والطاقة الموجودة في المكثف إلى أن هبطت قيمة التيارات الموجودة في المكثف إلى واحد بوين سبعة فولت تقريبا عندما وصلت إلى واحد بوين سبعة فولت الليد الضوئي توقف عن الإضاءة والمكثف توقف عن التفريغ مرة أخرى سنقوم بتشغيل المكثف شحن المكثف إذن قمنا بشحن المكثف بخمسة فولت أي الفولت الموجود على مصدر الجهد إذن مرة أخرى لو قمنا الآن بشحن المكثف من خلال مصدر الجهد إلى أن يصل قيمة التيارات أو الطاقة الكهربية الموجودة في المكثف إلى خمسة فولت أي قيمة تيار المصدر أو طاقة المصدر هي خمسة فولت قيمة المصدر أو فرق الجهد بين طرفين المصدر أو البطارية هذه فقمنا بشحن المكثف إلى أن نوصل خمسة فولت وأستمر بالثبات على خمسة فولت لو قمنا بتفريغ المكثف سوف نقوم بتفريغ التيارات الموجودة على الطرفية المكثف إلى اللد الضوئي هذا طبعاً اللد الضوئي هذا اللد أحمر اللد الأحمر يستهل كما شرحنا في الدرس السابق للمقاومة الكهربية أن اللد الأحمر يعمل على 1.8 فولت هذه أقل فولتية لكي يقوم بالعمل عليها الدايود الضوئي الذي يحمل اللون الأحمر إذن سنقوم الآن بفتح السويتش هذا مع المصدر الجهد وغلقه مع الدايود الضوئي عمل اللد الضوئي إلى إن وصلت الفولتية إلى 1.8 إذا كانت أصغر من 1.8 اللد الضوئي لن يعمل ولن يمر تيار من خلاله إذن المكثف سوفقوم باحتفاظ فولتية معينة أو ستقوم بإنقفاضة لكن ستأخذ فترة زمنية معينة إلى أن تصل إلى الزيرو ولكن لن تصل إلى الزيرو ما زال هنا الدايود الضوئي هذا لا يستهلك أي تيارات الآن وهنا أيضا شكل آخر من أشكال استخدام المكثف الكهربائي ولكن استخدمنا المكثف الكهربائي هنا مع المقاومة الكهربية حيث قمنا بصنع low pass filter هنا قمنا بتصنيع هذا اللو باس filter حيث يقوم بتمرير الترددات المنخفضة فقط أما الترددات العالية فيقوم بحجبها إذن هذا شكل الترددات في الإمبوت أو في المدخل هنا 1.82 هاتس بينما الخرج أو الأوتبوت كان أصغر بكثير من الإمبوت إذن قمنا بحجب الترددات العالية من خلال المكثف مع المقاومة الكهربائية وهذا واحد من أهم تطبيقات استخدام المكثف الكهربائي سنقوم طبعا بشرح الفلترات في درس قادمة أو في محاضرة قادمة كيف نقوم بصناعة low pass filter أو high pass filter أو band pass filter وما إلى ذلك من الفلترات التي ستكون مفيدة جدا في صناعة الدوائر الإلكترونية والكهربائية إذن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناتنا وأيضا دروسنا كلها ستجدونها في شبكة المهندس التعليمية hmzhmd.com السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن في الدرس القادم إن شاء الله نلتقي اشتركوا في القناة